إلى قطع الصحة الآن حيث ندتت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عشية الدخول في ضربات بالتهمش والإقصاء الممارس في حقهم من طرف وزارة الصحة مؤكدين على ضرورة وقف الاجحاف والتذييق الذي يعاني منه ممثل الصحة في مختلف الولايات نسيم الوافي والتفاصيل قصفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الوزارة بالثقيل طالبة منها الكف عن التدخل في شؤون الإدارية للنقابة من جهة وكذا رفع التذيق الممارسي في حق ممثلي الصحة في مختلف الولايات الداخلية للوطن عشية الدخول في اعتصامات من شأنها شل المؤسسات الاستشفائية الممارسة الصحة العمومية تندد بشدة على الممارسات التذيق التي يعيشها من دوبين نقابيين ومنخلطينها لمستوى ولايات كما ولاية عنابة كما خنشلة كما ميلة وتمتناعها عن تدخل في شؤون النقابات وتصير أمور نقابية لا صلة لها بالإدارة كجهة وصية جهة النقابية لا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن تبعية الانتحاد المسابقة كما تسأل الذات النقابة عن الطريقة التي اعتمدتها الوصاية في تحضير وتحديد موعد المسابقة المهنية التي تزامنت وموعد انطلاق الامتحانات المدرسية الرسمية خاصة وأن أكثر من خمسة آلاف ممارس طبي معني بالتغطية الطبية المدرسية هذه الأطباء والطبيبات عندهم أبناء معنيين بهذه المسابقات نهاية السنة بالنسبة لشهادات المتوسط ويكونوا معنيين بأمور أخرى مهنية ثانيا بين نفس الأطباء يعني العدد انطحب لن يقل على خمسة آلاف بين خمسة آلاف إلى ستاة آلاف طبيب وطبيبة لمستوطني سيتم تسخرهم وفي نفس الوقت زملاء آخرين مطالبين باش يعملوا في المؤسسات الصحية لأنه ما رحش نغلق المؤسسات الصحية ونروح ندير المسابقات إذن نتسأل كيف شرح يكون التنظيم عادي سوي ونحن بهذه الاختلالات الكبيرة احتجاجات واعتصامات متتالية واجتماعات مراطونية غير أن النتائج سلبية ما يرهن صحة المريض التي هي خارج حسابات جميع الأطراف ترجمة نانسي قنقر